يبنى على الطهر والعفاف والصدق والصفاء إنه النكاح ولكي يبرهن الزوج على صدقه فإنه يقدم لعروسه الصداق وهو المهر والمهر حق للزوجة على زوجها تكريما لها وتقديرا قال تعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة قال القرطبي هذه الآية تدل على وجوب الصداق للمرأة وهو مجمع عليه ويصح النكاح بغير تسمية المهر ويفرض للمرأة في هذه الحالة مهر المثل وهو مهر من تساويها من قريباتها في التعليم والأدب والجمال والسن ونحوه ولا حد لأقل المهر ولا لأكثره وكل ما يصح أن يكون ثمنا يصح أن يكون صداقا وعلى الأولياء تخفيف المهور وترك المغالات التي كثيرا ما تؤدي إلى الشقاق وتعثر النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره ويصح تقديم المهر وتأخيره ويصح تقديم بعضه وتأخير بقيته ويحل المؤخر بالموت أو الطلاق ومن دخل بزوجته أو خلا بها خلوة صحيحة وجب لها المهر كاملا وإذا مات عنها ولو قبل الدخول وجب لها المهر وإن طلقها قبل ذلك فلها نصف المهر إلا أن تتنازل الزوجة وترجع له المهر كاملا أو يتنازل الزوج ويتركه لها قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر